متأرجحة بين دعاة الضغط السياسي والاقتصادي وأنصار العمل العسكري تمضي السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يقف على رأس الداعين إلى عمل عسكري أمريكي يؤدي إلى إسقاط النظام في طهران بحسب تقرير لموقع مينت بريس نيوز الأمريكي الذي يؤكد أن بولتون يؤمن بأن السلوك وأهداف النظام الإيراني لن تتغير وبالتالي فإن الحل الوحيد يكمن في تغيير النظام نفسها بل إن أهداف بولتون ربما تتخطى الحدود الإيرانية على وفق التقرير لتشمل العراق وسوريا في سياق خطة لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط تتضمن تقسيماً لأراضي الدول الثلاث على أساس عرقي ومذهبي ويشير تقرير الموقع الأمريكي إلى ما أوردته صحيفة والستري جورنال من أن فريق الأمن القومي الذي يترأسه بولتون كان طلباً من البنتاجون في شهر أيلول الماضي وضع خيارات عسكرية بعيدة المدى لضرب مواقع وقوات إيرانية في إيران والعراق وسوريا إثر إطلاق الميليشيات الموالية لها في العراق قذائف هاوى على السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في البصرة غير أن أجنحة أخرى داخل إدارة ترامب تبدو مقتنعة بأن بقاء النظام الإيراني تحت ضغط عقوبات اقتصادية قاسية أفضل للمصالح الأمريكية من سقوط ذلك النظام قناعة يؤديها محللون بالقول إن النظام طهران شاء أو أبا يقوم بدور وظيفي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة عبر عمليات ابتزاز يمارسها ترامب ضد بعض الدول العربية بحجة حمايتها من خطر التمدد الإيراني في المحصلة فإن النفوذ الإيراني على الأرجح سيتوصل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وربما في دول عربية أخرى عبر الميليشيات المنتشرة في المنطقة مستفيدا في ذلك من رغبة الإدارة الأمريكية في الحفاظ على معادلات القوة في المنطقة على وفق منظور عرقي ومذهبي يخدم أهدافها ومصالحها وقبلها وجود الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر